اشتركوا في القناة مع فريدا كالو عند نساء موشور دكتور بيجاني موشور الحلو أنه زرت يعني متحف فريدا كالو مكان حياتها يمكن وصباها مش من زمان رح نشوف بعد شفابي فيديو يعني هيك بريف عن زيارتك ليش هلقدي فريدا كالو اليوم عم ترجع تاخد هالضجة هلا مثل ما قلت أول شي فريدا كالو هي خلقة 1907 بس غيرت الددونيستانس تبعيتها 1910 لأنه للثورة المكسيكية هي ذات الذات فمع فريدا صار في عنا آر جديد اختلفت بالنسبة لدييغو ريفيرا اللي صار في عندها علاقة معه وصار في عندها هي أول وحدة بلشت بالسورياليسم قبل ما يصير السورياليسم فمشانيك أخدت هالأهمية هلا قصتها مع دييغو ريفيرا أكيد أثرت كمان كتير ومتل ما رح نشوف منقدر نحكي أنه بالعلاقة كان في عندها أليم كتير كتير قوي قدرت تتخطي من خلال الرسم أليم جسدية ونفسية أليم جسدية ونفسية يعني منقدر نشوف الإيطابة بقولها يعني ما كانوا أبدا هينيا من وقت ما ولدت بالكذا أزول رح نشوف الكذا أزول هو البيت بيقولوله الأزرق اللي رح ناله شفناه بالمكسيك بعدين بعمر ست سنين صار في عندها بوليو نشلت من إجرى الشمال بعدين على الأمر 18 سنة أوقات بيقولوا 15 أو 18 ما نعرف على الضبط بس صار في عندها حادث يعني شي ما بيتصدق كيف قدرت تتخطي وكيف قدرت تكون تعيش من بعدها الحادث صار في عندها حادث أوتوبوس كانت راجعة من الجامعة من البوزار وبهالحادث فاتت بار متاليك بقلب جسمها وكسترت لأعضاء وطلعت من جسمها وبعدين كلهم الخمانة أنا أكيد مش رح تقدر تتخطي هالشي وهي قدرت تتخطي وساعدها أكيد بياء والرسم يعني من بعد العمليات اللي عملتها قاعدت بالبيت وصار يجب لهو مثل ميروار فوق راسة حتى ترسم وتقدير تكفي تعيش من خلال هالرسم فهو الاثنين إبراف كتير مهمين يعني بيصيرت حياة فريدا كالو بياء عنده محل كتير كبير بتحكي عنه بيعني تقدير كتير كبير بتفاصيل حياتها الصغيرة يعني وبقراراتها حتى ويمكن حتى رسوماتها مظبوط كانت كتير تحبه لبية هو بية كان ألماني وإما كانت هندية وكانت كتير تحبه وبية كان عنده إبيليبسي وكان يتعب كتير ويقع بالأرض فهي كانت تساعده الشي الغريب أنه تتعرف يتلع عم نشوف دياغو ريفيرا دياغو ريفيرا هو كان رسام أشهر منه بكتير كان يعمل فراسك بنتير ميرال وقتتعرفت عليه في فرق بياناته 21 سنة يعني مثل كأنه دياغو كان لقيلة مثل بية فالدياغو اللي كان هو كتير مهم وكتير قوي منقدر نكتشف أنه فريدا هي اللي كمان كنت تساعده يعني الأول الأول كان جسديا أطول مننا وأكبر مننا كان شي ضخم اللي هو كان للحقيقة عاوزها أكتر وهي كنت تساعده مثل ما ساعدت بية مثل كأنه عملت ترانسبوزيسيشون وعليقتها مع بية لعليقتها مع فريدا مع دياغو الحال دالت فترة طويلة تنعرف كزوجة دياغو ريفيرا أكيد قبل ما يصير عندها اسمها الخاص أكيد مضبوط كنا نقول إبوز دياغو هلأ اتجوزته رجعت طلقيت رجعت رجعت له يعني صار في كتير علاقة كتير قوية بيناتهم وما كانوا يعطوها أهمية لأنه كان دياغو يعني أهمة واحد بالمكسيك هو يعمل الفراسك هو يطلبو كل الناس وهي كانت تحس على حالة أنه مثل بالأمبر طبعا دياغو منا مهمة من بعد شوي شوي من بعد ما بلش يتعمل فن كتير مش معاودين له يعني فن بيقلوله سورياليست يعني تخلط الأشياء وتبين هالأوتو بورتريتة بأولى من بعدها صار عندها أهمية وخاصة بأوروبا اليوم ما منحكي عن دياغو منحكي عن فريدا عم نشوف بعض اللوحات يعني فعلا هي لوحات فيها كتير من الجرأة بالتعبير فيها الألم والجرأة يعني هلأ مثل ما عم نشوف يعني كل شي بيطلع مننا بيطلع مننا مثل كتير عذاب لأنه كتير صار عندها عذاب وأكتر شي كمان مع دياغو لأنه دياغو رح يخونها مع أختها ويعني رح يكون أشياء كتير صعبة يعني فهيدا فيها نوقف عليها شوي لأنه هيدا اللي نحكي عنها اسمها لا كولون بريزي لا كولون بريزي أول شي أكيد هيدا أوتو بورتريلة منشوف أنه كيف عندها هالكورسي الأورتوبيديك على جسمة لأنه ما كان على عمر 37 ما قد فيها أبدا تتحرك والشي اللي بيسموه كولون فرتبرال ما بعرف بالعربي كولون فرتبرال صارت تحولت بالرسمة لكولون دو بيير صارت مثل حجر وعم يطلع مننا إذا منشوف مظبوط عم يطلع من عيونها عم يطلع مثل عم تبكي بس هالدموع عم بتصير بعدين مسامير عم بيصير مسامير على جسمة مثل كأنه عن جد يعني قدي متل كتير مهم يعني عم نحكي ببداية القرن النساء يعني مقمعات جمالا الدراسة مانا ضرورية بالنسبة لألون حتى كانت تعمل سبار أنواع كتير من الرياضات هي أصلا ما أنا قادرة عليها عندها ثورة كتير كبيرة ساعدة فيها البيئة قدي سورية البيئة كمان مهمة سورية البيئة مهمة بأنه هو اللي خليها ترسم أكتر وأكتر وإما كانت كانت مريضة فما كانت عندها وجود تقريبا في البيت فباقي كان يشجعها وهي إذا كمان بنوقف على هيدا اللوحة هيدا كتير مهمة اسمها ليدو فريدا موجودة بالأتوليات وهي كل الوقت كان في عندها شخصيتين هيدا الشخصية اللي يبسة أبيض الشخصية الأوروبية اللي تاب على بيئة والشخصية التاية الهندية اللي تاب على أمة وكانت تجرب تاخد من تاني شخصية تاخد هالقوة حتى تكفي كمان يعني في عندها شخصية أنه تعباني واللي عم تفكر بالموت قد ما تعزبت واندها واحدة تانية بتقلنا لأ أنه كفي وكفي والرسم بيقدري ساعدك بقلم كتير كبير الآن يعني نحن عقبات صغيرة ما فينا نتخطاها ومنرجع لورا خطوات كتير كانت كل وقت بتقدم مستمر برهم من كل عذاباتها خبرنا عن زيارتك على المكسيك زيارتي على المكسيك يعني هدفنا كانت الزيارة هذا هو الكتاب كانت فريدا كالو رايحين بس نزور فريدا كالو وفريدا كالو بمكسيكو بمكسيكو سيتي هو بيت الأزرق مشهور كتير صار اليوم اسمه لكازا أزول يعني المطرح الوحيد اللي عملنا كو طويلة حتى نفوت عليه حتى نشوف وين خلقيت وين ربيت وشو كان الأتموسفير اللي هي تعرفت عليها اللي خلتها كمانا ترسم وخلتها تحب مع أنه كتير تعذبت تحب كتير الحياة هي بآخر حياتها بتقول فيفا لا فيدا هيدا الرسم اللي شفنيها من شوي رسمة هيك البطيخ الأحمر هيدا يمكن الرسمة الوحيد اللي كتير كتير بوزيتيف لفريدا أنه أنا رح موت ويرات ما برجع على الحياة قد ما تعذبت بس للحقيقة الحياة بتجنن فيفا لا فيدا بتقول لهم فرحنا على المكسيك حتى نشوف كل هالشي ونرجع نعيش الأتموسفير اللي ربيت فيها فريدا عندها هالأهمية الكبيرة بيه ما كان ولدتها عندها أهمية كبيرة مثل ما عندها أهمية بالعالم عندها أهمية كبيرة صار عندها أهمية أكتر بالمكسيك من وقت ما الأوروبية كتير قال لهو لفريدا لأن مثل ما قلت بترزم أول شي لقوة المرة المرة اللي بالرسم بعدين كفنانة عملت سوررياليسم قبل ما يصير فيه سوررياليسم يعني وقت راح عند ري بروتون على المكسيك قال فريدا سوررياليست وهي ما كانت سامعة بالكلمة سوررياليست يعني كانت ترسم وتحط وتحكي عن الألم وتحكي الشباب اليوم بقدروا فيها التعبير عن الحقيقة مثل ما هي يعني فيه حرية بالتعبير ما بتخبي شي يعني عادة حتى الفنانين بيعبروا عن الألم عن العذاب بطريقة مبطنة ما عندها خوف انتجرها كتير جرقة مثل ما قلت وبعدين الأوتوبرتريت بقولها يعني ما بتبين حالها أنه هي حلوة هي كانت أحلى بكتير من ما نشوفهم بالأوتوبرتريت يعني بتبين حالها كل الوقت أنه هي عم تتقلم وعم تتوجع وبتفرج إشي الواحد ما ما بيقدر يفرجي هلأ شفنا من شوي مثل هي عالتخط وكلها مدممة ودييغو فوق هاي اللوحة اللي اسمها كالكو بتيت بيكور يعني منشوفها الدم وبتفرجي يعني الواحد أول شي بيتعجب وبينقص بالفن خاصة بهذه الايام فيديو صغير عن زيارتك على المكسيكو بنرجع سوف نقصد اشترك وخاصة به نحن نقصد نحن في حاليا لأننا نحن فتح محمد كنا نحن تجيز بيستري نحن محمد أحب محمد أين ما دعوني أفرم أفعود لفورت 잘못 موسيقى 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 فريدا أو بك فريدا كما فريدا جديد من التنميليتين من أشخاص وكما فريدا سأشبه الكثير من قريبنا ولكن كما فريدا جديد من أمور فريدا هذه أشخاص كثيرا لأنها مقارنة من الفيديو لتحدث لكن ما يوجد في هذه الأشياء هو أنه يمكن أن نتقل هذه الأشياء عندما يتقل في رجل فردا فردا أخذت من جميع الأشياء وكل أشياء الأشياء وكل أشياء الأشياء كانت في رجل فردا وقالتها لكي يتكلم أتركت في محل أكثر من أشياء سرعاً في محل الأشياء أمام الترجمة نقوم بأسفرعه بإمكاني مقابلين بالأسفل لماذا أعصب بأسفل كلها تنسى تحديم كلها طويلة تحديم كلهاً في تحديد ومثلاك في هذه السبب تحديد كم فقط تتحديدان لنفتحل الأنسان تحديد تحديد ونسيطة إنها اعجازة وفتححة رمضة وحضرهات كنان اشتركوا في القناة تجيز على الإنسان كإنسان هالرسم اللي رجع عمله إليه خوري رسام اسمه إليه خوري أصر أنه يحط تروازيام اي بقروله تروازيام اي لأنه فريدا كانت تشوف أكتر من الناس من عمية البشر وكانت تحس أكتر يعني بقلوله شوي أحساسها كان قوي يعني مش بس تتوجعت بس كانت تحس الأشي أكتر وتشوف الأشي أكتر يعني كانت تعرف أنه دياغو رح مثلا يخونا كانت تعرف أنه هي عم تعمل فن مش رح يفهموه بالإببوكتة أولا بس رح يفهموه بعدين وهيك اللي صار يعني الآر تبعها اليوم صار أهم من تبع دياغو هو كان يعمل رياليسم هي صارت تعمل سورياليسم وكانت تعارفة حالها أنه كانت فيزيونير لبعدين كنت تشوف لبعدين كتير مهمة هالعين الثالثة لأنه يعني الإنسان بيوضع مثل وضع فريدا وبيظروفها الأدى صعبة المفروض أنه بينغلق على حاله يعني عيونه ما قادر يقشع فيهم بقى كيف تكون لأ عنده عين تالثة بتشوف لبعد بتشوف أكتر من الوضع الحالي والوضع الصعب هي عين الفنان هو كل فنان عادة أنا بيقولوا شو هو الفنان هو اللي بيشوف يعني حتى إذا بيكون أعمى مثل بالميثولوجي أومير بيشوف أكتر فهو فينا نقول هيدا عين الفنان اللي بيشوف وكل شي بيشوفه بيقدر يجمله ويخليه يصير أحسان ويساعده بترجمة الجاني أهلا وسهلا فيك شكرا لوقتك اليوم للمعلومات الحلوية اللي عطيتنا إياها وقفة هلأ ونرجع نتابع لايف اشتركوا في القناة